وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافة إلى المجاهرون ما تجهرش معصيتك تبوش شفف فيها يا مولانا وإن كل واحد فينا يبقى قدامي التاني واضح لا ده مش هضوح ده يبقى مشوه اسمه ما تسموش الأشياء بغير أسماء إذا ما كل واحد يقول للتاني هو عصى ربنا في إيه فهو مش بيبقى واضح هو بيبقى مشوه ملوس أنت متعرفش لما تحكي الحكاية بتاعتك دي مردودة على في نفس الخطيب أو مردودة في نفس الخطيبة إيه طب هم بيقولوا ده مش من حقنا أن احنا نعرف كل حاجة لا مش من حق أي حد يعرف كل حاجة عن أي حد ولذلك الله هو الذي يعلم السر وأخف طب أنا يبقى قاعد كده مغفل ما سمكش مغفل اسمك لا تعلم أسرار الناس التي سترها الله ما سمكش مغفل والله ولا اسمك مغفلة وعشان كده لازم نكون عارفين الحكم الشرعي واضح لأن طالما حصلت أن بنت حكت فتم ابتزازها بالحكته ووقعت في ما هو أشد وطالما خطيب حكى فظل يحمل هذا الذي حكاه طول حياته وكانت زوجته للأسف بعد ما تجوزه كانت عونا للشيطان عليه فلذلك الحكم محدش يحكي عرفت أن هو عرف حاحدة عرف أن هي ما كانتش كما يجب فده ممكن تكون أخطاء متعددة زي مثلا الخيانة من أحد الزجين سواء وإحنا قبل كده تكلمنا عن مسلس التعافي من الخيانة تكلمنا كلام طويل عن التعافي من الخيانة وممكن يتكلم عنها مرة تانية سواء كانت الخيانة بالكلام عندنا بقى مستويات الخيانة سواء كانت الخيانة بالكلام فقط عبر التليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشغل أو الخيانة الجسدية وممكن كمان يكون في نوع آخر من الأخطاء زي مثلا صعب التعامل معها زي العنف الجسدي مثلا أو الهنة اللفظية من الزوج أو حتى من الزوجة وممكن ده موضوع شائق شوية احنا تعودنا على أن الزوجة هي اللي بتشتكي دايما من عنف زوجها وضربوا ليها أو سبوا يعني كمان بتشتكي من العنف اللفظ كمان لكن أحيانا كمان عندنا وبقى كتير بعد ما المرأة ضغطت وبقى بتستهلك بقى ظهر نوع من أنواع العنف عند الزوجات بيوزد من الزوجة ضد زوجها وبياخد أشكال كتيرة منها مثلا أن أثناء الخنائته مع بعض بتقوم هي بسبه سب فاحش وبالذات لو فيه إساءة لأهله أو تحدفه بشيء أو حتى تترابه وكل ده ممكن يحصل كفعل صدر منها أثناء عصبيتها وخرجها عن شعورها أو كرد فعل على الزوجة إذا كان هو بيمارس العنف معها فترد العنف بالعنف فما بقى إش مستغرب أول ما سألت العنف ده فده بيبقى صعب أول إن الرجالة تتجاوزوا ويفضل هنا تفاعل الزوج مع عنف زوجته فبعض الأزواج ممكن يتقبل الصلح معاها لو كانت في حالة دفاع عن نفسها أمام العنف بتاعه وبعض الأزواج ما بيقبلش الصلح أبدا ولو كانت زوجته عملت كده ابتداء منها مثلا لأنه بيعتبر إن ده إهدار لكرمته وإن ده وتجرح رجلته والجرح ده مش هينساء أبدا ومش هيعرف يتجاوزه لأنها هزت صورته كرجل في الحقيقة إحنا محتاجين نهدى شوية ونبص للحالة دي الحالة دي لما بتجيلي لما بتجينا في الاستشارات بتكون حالة صعبة قوي في الإرشاد الزوجي لأنه مش معتادة أن الزوجة تبدأ بالعنفة الزوجة ونسبة التسامح عن الزوج خلينا نقول كده إن نسبة التسامح عن الزوج بتكون أقل من نسبة التسامح عن الزوجة في أسباب متعددة أسامة معتعددة أن المرأة بتكون أحرص على البقاء البقاء الأسرة فلزايك التسامح بيكون أسرع لكن لأن العنف من المرأة بيخلي الرجل يحس بأنه مش هيقدر يكون حاميها أحميها إزاي بعدها ما كسرت الحكاة دي لأن طبيعة الأنسة بتمين لأنها تتسامح لانتباطها بالبيت والأولاد وخفها على استقرار الأسرة أما الزوج فبيكون أقل التسامح لأنه بيعتبر أنه يقدر يستبدل الزوجة اللي غلطت في حقه بزوجة تاني تحترم وتقدره وترب الأولاد بجانب أنه كمان مش شايف أن هي بعد ما مرست العنف معاه أنه هي يقدر يكون الشخص الحامي أو الراعي لها لأنه ده كان بيلتزم بيستلزم قوة والقوة دي تكسرت لما هي مرست العنف معاه الوضع كده صعب صعب ليه؟ دي إن إحنا عندنا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانة الشين بقى اللي بيحصل في نفس كل واحد فيهم بيبقى صعب إنهم يتجاوزوا وممكن يحدث إن الزوجين يتفقوا على تجاوز الأخطاء عشان خاطر البيت والأولاد لكن من داخلهم حسين إن ده شيء صعب صعب ليه؟ لأن هم مش قادرين ونزاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي قال له أعظني موعظة لا أسأله أحدا بعدك أبدا قال لا تغضب قال وماذا؟ قال لا تغضب لا تغضب فقررها ثلاثة صلى الله عليه وسلم فهو ليه طيب؟ لأن الأثار اللي بتترتب على ده ممكن ما نعرفش إن حله